عايز سألك كابتن حسام مين أكتر اللاعب في الأهلي بيعجبك في الفترة الأخيرة على مستوى الأداء الفني والأداء التكتيكي وأنا لم بقولك التكتيكي عشان أفاهم كويس قوي أن أنت ممكن أحياناً تبقى نظرتك للعابين مختلفة طبعاً بطبيعة الحالة عن الجمهور العادي مين اللاعب اللي بيعجبك أوه في أرض الملعب من النادي الأهلي أنا طبعاً يعني الميزة في لعبة النادي الأهلي طبعاً أنهما عندهم شيء يعني بيحافظ عليهم يحافظ عليهم والشيء ده هو المنافسة دايماً النادي الأهلي عنده ميزة مش موجودة عند معظم الأندية السكواد اللي عنده يخلي اللاعبة في حالة تنافس بشكل مستمر البديل اللي موجود عندك مش عاوز أقول البديل أو الأنصر الأخر اللي موجود عندك على نفس المستوى وساعات بيبقى الكل بخيرة حتى الجهاز الفني بيبقى بخيرة أنت هتلعب بإمام عشور ولا هتلعب بأفشة خط المفصح بتعتمد على ثلاثة بيميله إلى النحية الدفاعية ولا ثمين واحد بيميله إلى النحية الهجومية فالنادي الأهلي عنده السكواد والمرونة الفنية والتكتيكية اللي أنت ممكن تخطط بها العناصر وممكن تتعامل مع الموبيلات المختلفة بالعناصر الموجودة عندك وفي نفس الوقت لو عاوز تعمل روتيشن ما عندك مشكلة فأنا لو كلمت على العيدة للنادي الأهلي معظمهم ميازين بصراحة لكن أنا عاوز أقول محمد عبد المنهم أنا بوجه له رسالة أنت لعب جيد جدا لعب عندك إمكانيات جيدة جدا وممكن محمد عبد المنهم أول فترات صعوده للنادي الأهلي وأنا موجود في النادي الأهلي كمدير فني إنه هو ابتدى يتمرن معنا وكان لسه ناشئ وصعدته فهو لعيب عنده إمكانيات وكان حتى وقتها موجود في الجهاز اللي تحت أسام حسني هو بصراحة اللي أشار أنه فيه لعب جيد وشكناه وفعلا بصعدناه على أساس أنه هو يبقى موجود معنا ولعب مميز محمد عبد المنهم لعب مميز جدا لكن لابد من الجدية شوية في التعامل في الملعب لأنك إنت لعب مميز ممكن تروح لحتة بعيدة جدا ممكن يجي لك عقود احتراف جيدة جدا لكن أعتقد أنه محمد عبد المنهم معه السؤال جديد شوية لأنه لعب مميز جدا وعنده إمكانات جيدة جدا فده من العب المميزين الموجودين أنا بحيي رامي ربيعة على أداؤه شكرا طبعا بحيي على أداؤه رغم أنه فيه فترات كان فيه يعني انكسام ما بين استمرار رامي ربيعة أو أنه يمشي للناجر أهل رامي ربيعة بيدلي مثال لنوعية لعابة الناجر الأهلي صحيح فعلا صحيح بيدلي مثال لنوعية لعابة الناجرネهلي اللي بتحفظ على نفسها وتم بتعوز وبتلاقيه جدية في الملعب بحفظ على نفسه وشوفنا المستويات في المباراة الأخيرة شيء مميز جدا محمد هاني مروان عطية لعب جيد لكن ما عاوز يغير مروان في ناحية الدفاعية ممتاز لكن ما عاوز إضافة لأداءه شوية في ناحية في ناحية التحضير لأنه دايما يحب يلعب العرب بلعب القرى للخلف بس في الساعات في أوقات يبقى مبالغ جراء في أوقات عنده مساحات لكن لعب جيد جدا أفشا تمنى طبعا برضو أنه يعني هو مستوى جيد لكن يجب أن يحاول يخص في المنافسة أكثر لأنه لعب جيد وانا من نوعية اللعيبة اللي أنا بحبها جدا أفشا أحمد عبدالقادل اللعيبة المميزين جدا أنا بحب نوعية أحمد عبدالقادل لكن يمكن برضو بيبعد نتيجة إصابات نتيجة برضو عدم المحافظة على المستوى لكن من نوعية اللعيبة اللي أنا بحبها جدا المهجمين اللي عندهم تنوع في طريق أداءهم القوة الانتجارية بالكورة ونحة المهارة والتنوع في الاختراك سواء الكتري أو الطولي لعب مميز جدا وسام أبو علي يعني لعب جيد حيزيد أخذ مباريات مع المجموعة ويلعب كهرباء تمنى برضو زيادة النحية الفنية النحية أصلي البدنية لأن الكهرباء من نعيبة المميزين جدا لكن أعتقد نقص أو انخفاض النحية البدنية شوية عند الكهرباء مؤثر على مستوى